انسحاب مفاجون للقوات السعودية من أماكنها في عاصمة سقطرة بالتزامن مع تحشيد مكثف لميليشيا الانتقال داخل الجزيرة فالقوات السعودية المكلفة بتامين مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرة انسحبت فجأة من نقاطها والتي كلفت بحمايتها وفق اتفاق الرعاة الرياض لإنهاء التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية بأن الانتقالي مستمر باستجلاب عناصره من خارج المحافظة عبر البحر إلى داخل مقر اللواء الأول مشا بحري الواقعي تحت سيطرة الانتقالي التعزيزات المسلحة والتي تقدرها مصادر محلية بمئتي مسلحة أثارت غضب مشائخ ووجهاء المحافظة الذين اتهموا الانتقالي بإشعال الحرب وطالبوا القوات السعودية بإعادة العناصر المسلحة إلى محافظاتهم والوفاء بوعود تأمين عاصمة المحافظة كان أرخبيل سقطرة قد شهد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين المدعومين من الإمارات الذين حاولوا اقتحام العاصمة حديبو وقد فشلت المحاولة التي تعد الثانية خلال يومين وتوقفت المواجهات بعد تدخل السعودية التي عقدت اتفاقا نص على تسليم النقاط الأمنية داخل حديبو إلى قوة مشتركة من قوات الأمن والتحالف الانسحاب السعودي بالنسبة لناقدين لأداء المملكة يوسع من دائرة الشكوك حول وجود تبادل أدوار بينها والإمارات وهو الانسحاب الذي تكرر أكثر من مرة في عدن ومحافظات أخرى بهدف تعديل الموازين لصالح الانتقالي الأمر الذي ضاعف التخوفات من سقوط سقطرة إذا مس مرة الحكومة في المضي وراء الموقف السعودي دون شروط واضحة